مثل غيره من الوفود حضر وفد اليمن ضيفا عالي المستوى على مؤتمر الاستجابة الإنسانية في جينيف مؤتمر انعقد على خلفية نبرة الخطاب العالية التي تصدر عن الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في اليمن إثر الإخفاق السياسي الكبير للمنظمة الدولية في هذا الملف مليار ومئة مليون دولار هي حصيلة هذا المؤتمر كلها ستذهب إلى الوكالات التابعة للأمم المتحدة ما يعني أن طريقا شاقا ستقطعه هذه التعهدات قبل أن يتم تخصيصها ويصل جزء قليل منها إلى مستحقه في اليمن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائبه وزير الخارجي عبد الملك المخلافي عمل على خط الدبلوماسية النشطة عبر سلسلة من اللقاءات التي جمعتهما على هامش هذا المؤتمر مع رؤساء الوفود الدولية بدءا من أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتوريس عرض رئيس الوزراء ونائبه مواقف الحكومة بشأن الحرب والسلام والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تسهيل إيصال المساعدات عبر مينا عدن وفتح ممرات آمنة لإيصال هذه المساعدات عبر الحدود البرية والجوية والبحرية يأتي ذلك بعد أن وجه مؤتمر الاستجابة الإنسانية رسائل سياسية لم تعكس بنظر المراقبين مخاوف الدول المشاركة على الوضع الإنساني في اليمن بقدر ما عبرت عن أولويات بعض الأطراف الدولية المشاركة وأجنداتها السياسية والجيو سياسية وقلقها من إمكانية مضي الحكومة والتحالف قدما في خططهما لتحرير ميناء الحديدة والساحر الغربي للبلاد أمر كهذا استغرق الجزء الأكبر من المهمة الدبلوماسية لرئيس الوزراء ونائبه الذين بذل ما بوسعهما لتذكير المجتمع الدولي بأن المشكلة ليست في النتيجة المباشرة للحرب ولكن في الحرب نفسها وجذرها الأساس الإنقلاب دبلوماسية الحكومة لا تزال تواجه القناعات ذاتها التي ترسخها الأمم المتحدة ما يعني أن الجبهة الدبلوماسية ستبقى بنظر المراقبين على حالها من التعقيد الذي يرقى إلى نفس مستوى تعقيد المسار العسكري في ظل الأداء الحالي للتحالف